يسعد وقتكم معاكم فاتم في فيديو اليوم رح نعمل مع بعض وصفة جدا مميزة لكيك الشوكولات المغلف كمان بالشوكولات كتير طعمه طيب وكتير بشهي واكيد ما رح تشبعه من اول اطعاء و رح تختاره تاكله الاطعاء الثانية اذا انت اول مرة بتشوفوا قناتي هون لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الاطباق القادمة ان شاء الله يلا مع بعض لنبدأ بالوصفة رح ابلش بتحضير خليط الكيك انا هون عندي بالخلاط رح اضيف ثلاث بيضات عليهم معلقة صغيرة من الفانيلا رح اضيف عليهم نصف كوب من الزيت النباتي ثلاثة ارباع الكوب من الحليب وايضا ثلاثة ارباع الكوب من السكر و رح اخلط هاي المقادير كلها مع بعض تقريبا خمس دقائق لنجحز المقادير الجافة عندي هون واحد ونص كوب من لطحين رح اضيف عليهم ثلاث معالق من البودرة الكاكاو و انا هون مستخدمين بودرة الكاكاو الدارك رح اضيف عليهم معلقة صغيرة من الباكنج بودر بنخل هاي المقادير و بتركهم علي جنب هيك صارت عندي المقادير الجافة الجاهزة رح اسكب عليهم خليط البيض و هيك بصير مقادير كلها سوا رح نبلش بخفقها بنبلش بتقليبها و خفقها لحتى تتجانس كلها مع بعض هايك صار عندي الخليط جاهز بتأكد انه ما فيهم اي تكتلات صار عندي بهاذ القوام هلا طبعا حكوني مجهزة صنية دحنتها برشتها بالزيت و كمان رشتها بودرة الكاكاو رح اسكب خليط الكايك بالصنية بكوني مجهزة الفرن ع 350 رح ادخلهم الفرن لمدة تقريبا 20 دقيقة اول ما تطلع الصنية من الفرن رح اشرب الكايك بكوب واحد من الحليب رح نبلش هلا بتجهيز الصوس والشوكولار رح نضيفه على الوجه عندي هون 3 اكواب من الحليب طبعا لازم يكون بارد رح اضيف عليهم 3 ارباع الكوب من السكر رح اضيف عليهم 7 معالق من اللطحين و كمان 3 معالق اكبار من بودرة الكاكاو على البارد ببلش اخلط هاي المقادير لحتى تتجنس المقادير هاي كلها مع بعض قبل ما احطهم على النار هاي كساروا معاي جاهزين رح احطهم هلا على النار هادية وابلش بالتقليب لحتى يتقل معاي الخليط بس تمر بتتقليب على النار هادية ليبلش اشوف ان الخليط معاي يبلش يتقل شوي شوي مجرد ما يبلش الخليط يتقل عندي هون ربع كوب من اي نوع شوكولات انت عندك شوكولات مبروشة او شوكولات تشاكلت شيبس كله الموجود عندك بتقدر يضفي رح اخلطهم لحتى تدوب حبيبات الشوكولات بالزبط رح اضيف هلا اخر شي معلقة كبيرة من الزبدة بس تمر بالتقليب لحتى يغلي معاي الخليط وصير معاي جاهز بلش الخليط عندي يغلي هيك بصير معاي جاهز بنشيله على النار وبنسكبه بوعاء رح اغلفه ببلاستيك يكون ملامس لا الوش حتى ما يصير عندي حبات من المي او قطرات من المي من البخار ورح احطهم هلا بالتلاجة تقريبا ساعة لساعة وربع لحتى يبرد معاي وصير معاي جاهز بعد ما بردت معاي الكريمة وصيرت معاي جاهزة رح اخفقها بالخفاء الكهربائي لحتى تصير معاي نعمة وكمان جاهزة انا هون مجاهزة هلا كيس الكريمة رح احط الاضيف الخليط اللي عملنا او الكريمة اللي عملناها بخليط الكريمة متل ما انتو ملاحظين بالفيديو صار معاي جاهز هلا بنبلش باخر خطوة وهي خطوة التزيين طبعا انا هون قلبت الكيكة على الوش الثاني ورح ابلش اعمل فيهم بهذا الشكل بطريقة الكريمة صارت معاي جاهزة هلا رح ارشهم ببودرة الكاكاو على كامل الوش فيكم تتركوها متل ما هي وفيكم تزينوها بقطع الشوكولات كله بيرجح حسب رغبتكم طبعا برجحها عالتلاجة تقريبا ربع ساعة لحتى ترجع تبرد وتتماسك مع بعض وبعدين بنقدمها هيك الكيكة صارت معاي جاهزة كيكة شوكولات ولا اطيب بتمنى تكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم انتظروني بوصفات قادمة ان شاء الله ويعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر